بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات وموضوعنا هو الصورة القطبية والديكارتية للمعادلات الجزء الأول من إعداد سميرة السالم ومن تقديم صالح شميمري فأهلا ومرحبا بكم سنتعلم إن شاء الله هذا اليوم والإحداثيات القطبية والديكارتية وسنتعلم التحويل من الإحداثي القطبي إلى الديكارتية والعكس سنتعلم التحويل من الإحداثي الديكارتية إلى الإحداثي القطبي أولا الإحداثيات القطبية والديكارتية لو حددنا النقطة P التي تحتوي على X و Y والواقعة على دائرة الوحدة والمقابلة للزاوية F y وكانت R هنا يساوي 1 وسين ثيتا يساوي X عندي على R وهي 1 وبالتالي وسين ثيتا يساوي X على R بما أن R يساوي 1 إذن وسين ثيتا يساوي X على 1 وهي تساوي كم؟ تساوي X طيب سين ثيتا سين ثيتا تساوي Y على R والR يساوي 1 إذن سين ثيتا يساوي Y على R وبما أن R هنا يساوي 1 إذن Y على 1 وبالتالي سين ثيتا يساوي Y إذن النقطة P نعوض بكأن الـ X والـ Y كوسين ثيتا سين ثيتا إذن P كوسين ثيتا فاصلة سين ثيتا طبعا يمكننا كتابة P X و Y بدلالة R والثيتا على الصورة كوسين ثيتا يساوي X على R وبالتالي X يساوي R كوسين ثيتا وبما أن سين ثيتا يساوي Y على R وبالتالي Y يساوي R سين ثيتا الآن كتبنا النقطة P X و Y بدلالة R والثيتا سنأخذ الآن تحويل الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات ديكارتي إذا كانت النقطة P تمثل الإحداث القطبي لـ R والثيتا فإن الإحداثيات الدكارتية للنقطة P ونمثله في الشكل لإمامنا هذه هي النقطة P لـ R والثيتا فإن X يساوي R كوسين ثيتا و Y هنا يساوي R ضرب سين ثيتا إذن X و Y يساوي الـ X عندي هي R كوسين ثيتا والـ Y عندي هنا هي R سين ثيتا سنأخذ مثالا على ذلك مثال حول الإحداثي القطبي إلى إحداثي ديكارتي في كل مما يلي لما أقول لك إحداثي قطبي فإن النقطة هي R والثيتا إذن النقطة هنا سالب 6 وسالب 120 الر هي سالب 6 والثيتا هي سالب 120 إذن بما أن الر يساوي سالب 6 والثيتا يساوي سالب 120 إذن الـ X يساوي R كوسين ثيتا نعوض R وثيتا بهذه المعلومات إذن X يساوي سالب 6 كوسين سالب 120 بالتالي X يساوي سالب 6 في سالب نص إذن X يساوي كم X يساوي ثلاثة بعد ذلك الـ Y الـ Y يساوي R سين ثيتا إذن R بسالب 6 والثيتا بسالب 120 وبالتالي Y يساوي سالب 6 في سين سالب 120 إذن Y يساوي سالب 6 في سالب جذر 3 على 2 سالب في سالب موجب 6 على 2 هي ثلاثة وبالتالي Y يساوي ثلاثة جذر ثلاثة إذن احداثيات هذه النقطة هي ثلاثة وثلاثة جذر ثلاثة بعد ذلك رح نرسم في المستوى الاحداثي التمثيل D reinforcement إذن نرسم نقطة ولتكون هذه النقطة هي ثلاثة وجدر ثلاثة ضرب ثلاثة لخمسة فاصلة ثنين. إذن هذه النقطة هي ثلاثة وثلاثة جدر ثلاثة. إذن الآن نرسم زاوية مقدارها سالم مئة وعشرين مع اتجاه عقارب الساعة ولأنها سالبة. إذن هذا هو التمثيل الديكارتي لهذه النقطة أو الإحداث القطبي. مثال آخر حول الإحداث القطبي إلى إحداث ديكارتي عند هذه النقطة S 5 وبي على ثلاثة. بما أن R يساوي 5 وثلاثة يساوي بي على ثلاثة. إذن X يساوي R cos theta وبالتالي X يساوي 5 cos by على ثلاثة. الآن X يساوي 5 في نص لأن النص هي cos by على ثلاثة. إذن 5 في نص هي 5 على 2. إذن X يساوي 5 على 2. نجد الآن Y. Y يساوي R sin theta والR هي 5 والثلاثة هي بي على ثلاثة. إذن Y يساوي 5 sin by على ثلاثة. وبالتالي Y يساوي 5 في جذر 3 على 2. إذن Y يساوي 5 جذر 3 على 2. إذن الإحداثي لهذه النقطة هي 5 على 2 و 5 جذر 3 على 2. إذن في المستوى الإحداثي نرسم 5 على 2. اللي 2 و 5 جذر 3 على 2 اللي هي 4.3. إذن هذه النقطة ممثلة بالإحداثي الديكارتي لهذه النقطة. بعد ذلك نرسم خط مستقييم وهي زاوية مصنوعة مقدارها by على 3. عكس اتجاه قائل بالساعة لأنها موجبة. إذن تدريب آخر ما رأيكم بهذه النقطة؟ هذه النقطة هي إحداثي قطبي. سنحولها إلى إحداثي ديكارتي. إذن R يساوي سالب 3 وثلاثة يساوي 45. إذن القاعدة عندي X يساوي R cos theta. وبالتالي R يساوي سالب 3 وثلاثة يساوي 45. إذن X يساوي سالب 3 cos 45. إذن X يساوي سالب 3 في جذر 2 على 2. إذن X يساوي سالب 3 جذر 2 على 2. الY يساوي R sin theta. نجي الY. الY يساوي R sin theta. إذن Y يساوي سالب 3 sin 45. إذن Y يساوي سالب 3 sin 45 هي جذر 100 على 2. إذن Y يساوي سالب 3 في جذر 2 على 2. الإحداثي الدكارتي لهذه النقطة هي سالب 3 جذر 200 على 2. وسالب 3 جذر 2 على 2. إذن في المستوى الإحداثي سالب 3 جذر 2 على 2 هي سالب 2.2. وبالتالي سنرسم نقطة سالب 2.2 وسالب 2.2. إذن هذه النقطة ممثلة بسالب 2.2 وسالب 2.2 من 10. نرسم خط المستقيم ونرسم زاوية مقدارها 45 عكس اتجاه عقارب الساعة. وهي زاوية 45. سنأخذ الآن تحويل الإحداثي الدكارتي إلى إحداثي قطبي. لكتابة زوجة الإحداثيات الدكارتية بصيغها القطبية نوجد أولا المسافة المتجهة R من النقطة XY إلى نقطة الأصل. إذن هذه المسافة R من النقطة PXY إلى نقطة الأصل أو القطب. وقياس الزاوية المتجهة التي يصنعها R مع المحور الموجب. لإيجاد المسافة R من النقطة PXY إلى نقطة الأصل نوجد بالقانون R تربيع يساوي X تربيع زائد Y تربيع. وبالتالي R يساوي الجذر التربيعي لX تربيع زائد Y تربيع. الآن أتينا بR نبيل الآن فييتا. لإيجاد الزاوية فييتا نأخذ ظل الزاوية. إذن تان فييتا يساوي Y على X Y على X. وبالتالي فييتا يساوي معكوس التان Y على X. تذكر أنه إذا كان في عندي في المستوى الإحداثي النقطة اللي هي PXY والمطلوب ثييتا. وكان X اللي عندي هنا أكبر من الصفر. فإن ثييتا يساوي معكوس التان Y على X. هذا في حالة إذا كان الـ X عندي هنا أكبر من الصفر. ماذا لو كان عندي X أقل من الصفر؟ فالثييتا يساوي تان مينس ون لY على X زائد كم؟ زائد 180. إذن في عندي إذا كان X أكبر من صفر وX أقل من صفر. إذا كان X أكبر من صفر فإن ثييتا يساوي معكوس التان لY على X. أما إذا كان الـ X أقل من الصفر فإن ثييتا يساوي معكوس التان Y على X. نزود عليها كم؟ 180. إذن إذا كان للنقطة P الإحداثيات الديكارتية X و Y فإن الإحداثيات القطبية R وثييتا هي R يساوي جذرة تربيع إلي X تربيع زائد Y تربيع وثييتا يساوي معكوس التان Y على X. حيث أن الـ X أكبر من صفر. طيب إذا كان أقل من صفر فإن ثييتا يساوي معكوس التان Y على X زائد Y. أو كما أخذنا سابقاً له زائد 180. طيب عندما X يساوي صفر فإن ثييتا يساوي باي على 2. إذن R يساوي Y. وبالتالي Y أكبر من صفر. أما ثييتا يساوي سالب باي على 2. عندما R يساوي Y. والـ Y أقل من الصفر. مثال. أو جد زوجين مختلفين كل منهما يمثل إحداثيين قطبيين لكل نقطة معطاة بالإحداثيات الديكارتية. هنا عندي إحداثي ديكارتي وهو V 8 و 10. وبالتالي الحل. بما أن X يساوي 8 عندي هنا. والY يساوي 10 عندي هنا. وبالتالي R يساوي الجذر التربيع لـ X تربيع زائد Y تربيع. يعني الجذر التربيع لـ 8 تربيع زائد 10 تربيع. يعني الجذر التربيع لـ 64 زائد 100. R يساوي 2 جذر 41. هنا l-R. طيب ثيتا يساوي معكو ستان وي على اكس وبما أن الاكس هنا ثمانية يعني أكبر من صفر إذن ثيتا يساوي معكو ستان عشرة على ثمانية إذن ثيتا يساوي 51 درجة وبالتالي النقطة هنا في قطبي هي 2 جذر 41 و 51 درجة إذن هنا النقطة 2 جذر 41 و 51 درجة إذن هذا هو الزوج الأول ولإيجاد الزوج الآخر من الإحداثي القطبي سنعمل على جمع 51 زائد 362 درجة وهي نفس الإحداثي وبالتالي 2 جذر 41 فاصلة 51 درجة زائد 362 إذن 2 جذر 41 فاصلة 411 إذن الزوجين هما 2 جذر 41 و 51 وهو الأصلي وما الآخر عندما جمعنا 51 زائد 360 إذن هو 2 جذر 41 و 411 إذن هذين هما زوجين قطبيين مختلفين للنقطة المعطة تدريب أوجد زوجين مختلفين كل منهما يمثل إحداثيين قطبيين للنقطة التالية الماثل أمامنا هذه هو إحداثي دي كارتي إذن الـ X يساوي سالب 9 الـ Y يساوي سالب 4 والقاعدة عندي هي R يساوي الجذر التربيعي لـ X تربيع زائد Y تربيع إذن R يساوي الجذر التربيع لسالب 9 تربيع زائد سالب 4 تربيع وبالتالي سالب 9 تربيع ب 81 والسالب 4 تربيع ب 16 إذن R يساوي الجذر التربيع لـ 97 الآن أتينا بـ R نأتي الآن لـ Theta Theta يساوي بما أن الـ X أقل من صفر إذن Theta يساوي 2-1Y على X زائد 180 إذن Theta يساوي معكوس التان سالب 4 على سالب 9 زائد 180 وبالتالي Theta يساوي 204 هذا الزوج الأول إذن Theta يساوي 204 إذن هذا هو الزوج الأول وهو الجذر 97.204 درجة إذن لإيجاد زوج آخر من الإحداثيات سنغيذ إشارة الجذر 97 تصبح سالب جذر 97 والـ 204 نطرح 180 منها وبالتالي سالب جذر 97.204 ناقص 180 إذن الزوج الآخر هو سالب جذر 97.24 إذن الأول هو جذر 97.204 الثاني هو سالب جذر 97.24 وهو زوجين قطبيين مختلفين للنقطة المعطة المعطة تقويم ما هي الثاني تختصر إذن X يساوي جذر 2 إذن Y يساوي 2 ساين باي على 4 إذن Y يساوي 2 جذر 2 على 2 إذن Y يساوي جذر 2 وبالتالي الإحداثي هو جذر 2 فاصلة جذر 2 وبالتالي الإجابة هي هي السي أحد الإحداثيات القطبية للزوجة المرتب سبعة وعشرة هما هل هي A أو B أو C أو D أولا سنأتي بالR والثيتا الر يساوي جذر تربيع لـ X تربيع زائد Y تربيع وبالتالي الر يساوي جذر تربيع لـ 7 تربيع زائد 10 تربيع إذن R يساوي جذر 149 الآن سنجد فييتا فييتا يساوي بما أن الـ X أكبر من 0 إذن فييتا يساوي معكو 6 Y على X إذن فييتا يساوي معكو 6 10 على سبعة والتالي فييتا يساوي 55 إذن الزوج هو جذر 149.55 وهي الإجابة الأولى اللي هي A ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا تحويل الإحداثي القطبي إلى ديكارتي وهو مثلا بالـ X يساوي R cosin فييتا والـ Y يساوي R sin فييتا العكس للتحويل الإحداثي الـ ديكارتي إلى قطبي نجيب فييتا وR R هي يساوي جذر التربيع لـ X تربيع زائد Y تربيع وفييتا يساوي 10-1 أو معكو 6 لـ Y على X عندي حالتين إذا كان X أكبر من صفر فإن فييتا يساوي 10-1 أو معكو 6 لـ Y على X نفسها أما إذا كان X أقرب من صفر يعني سالب فإن فييتا يساوي معكو 6 لـ Y على X زائد كم؟ زائد 180 بهذا نكون قد أنهينا موضوعنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن استماعكم إذا اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته